رئيس غرفة التجارة الاقتصاد النمساوي يتطلب تغييرات جذرية والحد من البيروخراطية خبرنا الثاني إفلاس محتمل لكاتا إم يؤثر على 3700 موظف في النمسا بسبب تراجع المبيعات وتكاليف الانتاج عندنا خبر آخر إغلاق مصنع شيفلة في النمسا بيفقد المنطقة 450 وظيفة و 4000 ألف يورو سنويا دي اللي هي الكمونالشتوير الخاص بالجماندة اللي موجودة فيها المصنع كمان سيمينس تغلق مصنع في فينة بحلول 2026 وتأثيرات تطال 178 وظيفة وآخر خبر النمسا تواجه موجة جديدة محتملة من إفلاس الشركات بسبب انتهاء قروض كورونا طبعا كل الأحداث يمكن كان الطابعة الأغلب فيها هو تعثر الكثير من الشركات عن تزديد التزاماتها شوفنا الكاتيم الكاتيم رغم انها شركة كبيرة جدا ومنتشرة في منطقة اوبروس رايش او النمسا العليا فيها اكتر من 4000 عامل السوق كان مفتوح بالنسبة للكاتيم يمكن السوق الاول بالنسبة لها هو الولايات المتحدة الأمريكية ومع بداية كورونا والحرب طبعا تعثرت الشركة بنشوف هنا دلوقتي سيمينس تقرر إغلاق مصنعها شركة شيفلر تغلق المصنع برضو كمان يظهر اقتصاد النمسا إلى أين في السنوات القادمة تحياتي دكتور ممضوح تحياتي لتميع السادة المشاهدين والمتابعين على النمسا ميديا بالأسبوع الـ 48 48 يعني أسبوع سلاحظة أن السنة خلصت على عتام نهاية العام السنة خلصت أربع أسابيع أخرى هي كانت سنة كبيسة ونتمنى أنها تمشي بقى نعم نعم يعني مع الأسف الشديد كما تفضلت مشكلة الاقتصاد دكتور ممضوح المشاكل اللي حلت بهذا الأمر تفاصيل كتير مع الأسف الشديد يعني اللي نزلت بهذا الخصوص فلاس كتي ام فلاس جزء من سيمينس شركة شيفلر شو عنا كمان يعني صراحة نشرتنا اقتصادية التضخم حتى تراجع بسيط ارتفاع بسيط عفواً جديد بالتضخم يعني فعلاً نحن لوين رايحين ما حدا عم يقدر يعرف أو يتخيل أنه نحن لوين متجها الأمور معنا بالنمسا بعد حالة هذا الإفلاسات هالشركات الكبيرة هاي هالشركات الكبيرة اللي صارت بهذا الشكل بهذا الوضع شي مؤسف جداً بصراحة شي مؤسف أنه أنه الأمور يعني تذهب بهذا المنحة ما حدا عرفان هالشركات الكبيرة هالملايين هالمليارات هاي اللي فجأة فجأة صاروا بطالبه لفت نظر في موضوع الكاتيم لما تتخيل هو بيقول عنده أصول ب317 مليون وديونه 2 مليار و149 مليون نعم منها مليار و824 مليون دي غير لا يوجد لها أي ضمانات إزاي بتتساب شركات زي كده توصل للحجم ده من الديون رغم أن كاتيم كانت بتحقق أرباح السنوات السابقة كنت تسمع دايما في الراديو في النشرات الأخبار الكاتيم وأرباح الكاتيم والميزانية وعلى طول بيحقق أرباح هل حجم الديون بهذا الحجم إزاي بتنظر البنوك لبعض الشركات زي كده وبعدين عندنا برضو كان عبلها 11 مليار بتاعت بنكو بنكو نعم نعم مجموعة بنكو شوف كل ده في خلال السنة دي يعني 11 مليار ودول عندهم 2 مليار يعني بتصور بتصور سنة 2024 هي صراحة سنة الإفلاسات الكبرى التي شهدتها النمسا يعني أعتقد لا أعتقد أن نمسا شهدت إفلاسات بهذه القيمة بهذه الكمية بصراحة منذ تاريخ تأسيس الجمهورية الثانية في النمسا فموضوع بصراحة موضوع يعني ليس بالسهل ليس بالكلام اللطيف اللي ممكن واحد ياخد وياطفي لوين نحن متجهين إلى أين هذه الإفلاسات ستأخذ النمسا فعلا لا أحد يستطيع التكهن بالمرحلة المقبلة الحكومة المقبلة المسؤوليات المنوطة على عاتقها بصراحة لا أحد ماذا انتهيت لا أحد يستطيع التنبؤ يعني فعلا بأنه الأمور تذهب إلى أين زيادة بحالات الإفلاس زيادة بالعاطلين عن العمل ضعف الأفق السياسي الاقتصادي للحكومة المقبلة ما أحدا بيعرف كيف بدأت تتصرف يعني يعني فيه كم هائل حتى في عنا خبر أعتقد بجوز سقط مننا سهوا أنه حتى المفوضية الأوروبية بتحذر النمسا أنه يجب أن تتجاوز الحاجز حاجز بصراحة ما لي متذكر كتير الخبر خلينا نفتح على مجلة الموقع ونتستذكر الخبر معنا أعتقد كان بيقول أنه حتى المفوضية الأوروبية حذرت النمسا أنه لازم لابد من أنه تتجاوز تتجاوز موضوع الضعف الاقتصادي يعني شوف حتى حتى عندنا أخبار خلافات اقتصادية بارزة بين الأحزاب السلاسة في المفاوضات الحكومية المستمرة وهذه المشكلة أنه دلوقتي حاليا دلوقتي هو اقتصاد 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 يعني يمكن تتلاشى مع موضوع برامج كل حزب من الأحزاب هتتلاشى مشكلات سياسية وعلى حسابها أن يكون هناك توافق اقتصادي حتى يمكن الوفوضية الأوروبية تمنح النمسا فرصة أخيرة لتجنب إجراءات العجز يعني موضوع ليس ليس بهذه السهولة وليس بهذه الشاعرية النمسا ادأخرت مرتين بالضبط فبالتالي طبعا هذا الوضع لا يمس النمسا لوحدها يمس قريبا متربفتنا تقريبا لا يصل إلى عشر دول أوروبية ولكن شوف سيد الكريم كما قلناها مرارا وتكرارا بالأخبار وقراءاتنا اللي بنقوم فيها هنا على النمسا ميديا أن المزاج العام للتسوق المزاج العام لآليات الإنتاج تتغير اليوم سرعة المعلومة تغير المتطلبات اليوم أصبح سيد الكريم يعني شركة دراجات بيقول لك عننا 150 ألف دراجة 130 ألف دراجة موجودة بالمستودعات لم تباع انتجت بفترة كورونا لم تباع حتى الآن يعني شوف لك الفكرة أنه طريقة طريقة التسوق بشكل عام للجميع تغيرت واتجهت من اتجاه إلى آخر اليوم الصناعات يعني مثل شركة شيفلر التي كانت تنتج أجزاء للمركبات في النمسا أغلقات يعني طرق الإنتاج طرق التسوق كلها تغيرت تأخذ منحة جديد اليوم الزكاء الاصطناعي تطور الفكر تطور المتطلبات اليوم الهاتف يعني منتجات الهاتف والبرمجيات الخاصة بالهاتف أصبحت هي تجارة اليوم هي الوضع هي محور محور صناعات لكثير من المتطلبات التي تطلبها الناس فبالتالي بصراحة التسوق سيدي الكريم اليوم أنا وأنت ملا مضطرين لا ننزل على السوق لا ماريه الفشراسي ولا الكرتناشراسي ولا هالمحلات الضخمة بالشوارع أو بالأسواق العريقة يعني المعروفة تراسيا بأن نمسا خلاص أنا اليوم بدخل على الموقع بدخل على الانترنت ببحث عن الشيء اللي بدي إياه بتسوق ماذا أريد وأنا جالس في مكاني من دون ما روح من دون ما يجي فبالتالي المحلات زي التكاليف العالية والأيدي العاملة والتأمين وما بعرف شو كزا والضرائب هذا كله ما عاد له لزوم سيد الكريم هذه الأدبيات اليوم كلها اختلفت اليوم تفتح متجر أنت وانت قاعد في بنزلك تفتح متجر وبتبيع وبتشتري وانت موجود بمكانك من دون ما تعمل أي شيء فبالتالي اليوم كل أدبيات أدبيات التسوق اختلفت اليوم ما يقال عنه البلاك فرايدي والجمعة السوداء يعني عساس فيها تسوق وفيها 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 كذا كلها يعني صراحة أنا حاولت يعني حاولت اتصفح بعض الأسواق التي بتبيع أنا اليوم كنت أشتري غرض معين بصراحة فأتخليني شوف سوق بلاك فرايدي لشوف شو ممكن أنا فعلا أني استفيد من هذا الشيء معين وما بعرف شو وضوعني وضوخني وبعد ما سجلت وكذا اكتشفت أنه ضف لي رسوم شهرية وما بعرف شو على منتج معين قطعة للكمبيوتر بدي أشتري قطعة ما للكمبيوتر بطارية جهاز خرباني عندي بدي أشتريه وبديل فدخلت على الأمازون دحت اسمه بلاك فرايدي فبصراحة ذهبت يعني أخدني لمكان لمكان كان كتير معقد وكان كتير يعني في شيء غير واضح في شيء غير بصراحة يعني 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 ما فيك أنك تتأكد أنه فعلا هذا شيء يعني حقيقي فبالتالي صراحة بصراحة بس يعني احنا كده نقدر نقول أننا احنا مقبلين على كرسى اقتصادية في النمسا نعم كرسى حقيقية نعم على مستوى الاقتصاد سواء عملية هي مش عملية التسوق بس انت أصلا عمليات التسوق بتتم عن طريق العمال نعم انت عندك دلوقتي 1400 عامل من الكيكا لينار عندك 128 عامل من سيمينس عندك 425 عامل من شركة شيفلة عندك دلوقتي لو الكاتي ام لم يتم رغم أنه أكيد يعني هيتم 3700 عامل آه تخيل يعني تخيل هل انت مقبل يعني حجم البطالة هنا هيرتفع بصورة والحكومة لسه هتكون جديد وانت داخل على عام جديد حتى التسوق في الشارع يعني في التوقيت ده من السنين كتيرة كنت بتلاقي فيه حركة كبيرة جدا في الشوارع نعم والناس بتشتري حاليا دلوقتي فيه ركوط عام جدا نعم يعني المفروض ان حاليا دلوقتي الحكومة مقبلة على مهام صعبة جدا يجب ان يكون هناك الاولوية للاختصاد في النمسا وإلا فعلا هتحل بالنمسا كارسة اختصادية كبيرة نعم هذا كلام واقع سيد الكريم يعني فعلا يعني شوف للك بصراحة المرحلة المقبلة مرحلة ضبابية ما حدا بيقدر يتكهن احنا وين رايحين وين جايين كيف حيكون الوضع كيف شكله على اي اساس لماذا لماذا ما حدا عارفان مين اللي لسه رح يفلس كيف الشركات المفلسة رح بصراحة تسدد الالتزامات اللي عليها لانه هذا الافلاس ليس افلاس فردي سيد الكريم كما قال لك الدائنون هذول اللي عندهم اللي عندهم حسابات ومطالبات لا يشير كيف بدون يحصلوا بل لك خلص انا اعلنت افلاسي فبالتالي ما عد بتحصل بتحصل 25% 30% بناء على اتفاق تراحز انت شوف انت الفقاعة الفقاعة المالية الكبيرة التي التي فعليا يعني تقوم عليها هذه الشركات مليارات طيب لماذا انا السؤال دائما اللي بطرح نفسه لماذا هؤلاء الشركات تصل التزاماتهم الى المليارات اذا يوجد آلية ادانة طويلة الامد تراكم ارقام كبيرة بمرحلة المراحل بتفاجأ صاحب الشركة مليارات يطالب بمليارات وما في انتاج او ما في او ما في طلب ما في مبيعات ايوا فبالتالي احنا وين رايحين وين جايين فلا هون بالتالي احنا منتجه لا افلاسات لا افلاسات جمعية طبعا ما حدا بتضبط افلاسات كبيرة وبالتعليم ما حدا بيعرف نحنا لين فعليا النمسا رح تروح نتيجة هذا الشيء يعني نتمنى ان يكون هناك حل في الايام المقبلة طبعا وحلول طبعا على مستوى الدولة دي مش معا على مستوى الشركات على مستوى الدولة